تأقد اللجنة البحرينية التركية المشتركة اجتماعها السادس اليوم في العاصمة التركية أنقرة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين هذا وشهدت هذه العلاقة خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا ساهم في نموها بشكل كبير الحرص المشترك من لدن جلالة الملك المفدى وأخيه فخامة الرئيس التركي تشهد العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا تطورا ملحوظا في مجالات مختلفة وتشكل زيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين فرصة مميزة للدفع بمجالات التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري إلى آفاق أرحب من تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وتعد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتبادلة بين البلدين الشقيقين مؤشرا على نمو العلاقات وتطورها في المجالات كافة وقد شكل توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني عام 1990 انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين البلدين ما أدى إلى إنشاء اللجنة البحرينية التركية المشتركة التي ساهمت بشكل كبير خلال اجتماعاتها الخمسة الماضية في نمو التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون في المجال المالي والمصرفي وفتح فروع للبنوك التجارية في البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون في مجال المناطق الحرة ومناطق الخدمات اللوجستية كما ارتبطت البحرين وتركيا بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي خدمت المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين منها اتفاقية التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية في عام 2006 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في عام 2006 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عام 2007 وقد دفعت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين العلاقات الى مستويات متطورة ساهمت بشكل رئيس في النمو المتسارع للعلاقات بينهما في مجالات عدة وكان لزيارة جلالة الملك المفدى الى تركيا في عام 2008 وفي عام 2011 وفي عام 2016 دورا بارزا في التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم مصالح البلدين منها اتفاقية التعاون الشاملة في مجالات السياسة والامن والاقتصاد والتربية والثقافة ومكافحة الارهاب الدولي والجريمة المنظمة وتشجيع الاستثمار واتفاقية التعاون القانوني بالمسائل المدنية والتجارية والجنائية وبروتوكول تعديل واستكمال بعض احكام الاتفاقية المبرمة بشأن الخدمات الجوية وعلى الجانب الاخر كان لزيارة فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان الى البحرين في عامي 2005 و2017 اهمية قصوى في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين حيث تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم منها مذكرة تفاهم حول الاعفاء المتبادل من رسوم تأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعة العسكرية ويشكل الدعم الذي تلقاه العلاقات بين البلدين من لدن جلالة الملك المفدى واخيه فخامة الرئيس التركي دافعا لبدل المزيد من الجهود لتطوير هذه العلاقات في المجالات كافة تحقيقا للرؤى المشتركة بين البلدين الشقيقين من جانبها أكدت سعادة السيدة هاتون ديميرير سفيرة الجمهورية التركية لدى المملكة أن انعقاد هذا الاجتماع له أهمية كبيرة لدفع علاقات البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات أنا سعيدة من حقاد الاجتماع السادس للجنة البحرينية التركية المشتركة في أنقرة لأنه اجتماع مهم جدا ويتماشى مع القرارات التي تم اتخاذها بعد زيارة جلالة الملك المفدى إلى تركيا وزيارة فخامة الرئيس التركي إلى البحرين مؤخرا حيث كان تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على رأس أولويات المباحثات التي جرت بين الرئيسين العلاقات الاقتصادية بين البحرين وتركيا تشهد تطورا ملحوظا وسيفتح هذا الاجتماع آفاقا جديدة لمزيد من التعاون في مجالات تجارية مختلفة وأتوقع نتائج مثمرة لهذا الاجتماع باتجاه دفع العلاقات الاقتصادية وتطويرها بين البلدين